يارب تكونوا بخير وانتوا بتشفوني النهاردة في الفيديو ده هعمل معاكم الشيش تووك وحرفيا نبودو مبلغة دي احلى وصفة شيش تووك ممكن تجربوها التدبيلة بتاعته بسيطة جدا بس طعمها حلوة اوي مميز كمان هقولكو ازاي نسوي الشيش تووك تسوية مظبوطة علشان الفراخ تفضل طرية وجوسي وهنعمل معاي كمان رز بسمتي وصوص الرانش متنسوش لو عجبكو الفيديو تعملولو لايك وشير يلا بينا نبدأ اول حاجة عندي هنا كيلو من اوراك الدجاج طبعا بتكون مخلية من العضل بننضافها وبننشفها من اي سوائل زيادة وبنقطعها مكعبات بحجم متوسط يعني ما نخليهاش صغيرة قوي علشان ما تنشفش اثناء التسوية كمان لو كانت كبيرة مش هتستيبه كويس وطبعا تقدروا تستعملوا صدور الدجاج كمان في الوصفة دي بس اوراك الدجاج بتكون نسبة الدسم فيها اكتر فالشيش تووك هيطلع معايك وطاري وجوسي اكتر بعد ما بنقطع الكمية كلها بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نحضر التدبيلة عندي هنا كوباية من الزبادي او الروب وهضيف عليها نص كوباية من الزيت النباتي كمان تقدروا تستعملوا زيت الزتون لو تحبوا هنحتاج كمان معلقتين كبار عصير لمون ومعلقتين كبار من الخل وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الصياسوس وبالنسبة للتوابل الجفة هنحتاج ملح وفلفل ومعلقة صغيرة من باقي التوابل استعملت هنا كاري وكركم وجنزبيل باودر وتون باودر وكسبرة جفة وبهرات دجاج هسيب لكم كل المأدير في صندوق الوصف هنخلطهم مع بعض بويس جدا وهنزل عليها مكعبات الدجاج اللي قطعناها وهنقلبها ونتأكد اننا وزعنا عليها التدبيلة من كل الجوانب وعلشان توصلوا للألزة طعمة من التدبيلة دي هتسيبوا الفراخ من التدبيلة لأطول وقت ممكن يعني لو تقدروا كمان تسيبوها ليلة كاملة يكون أفضل أنا هغطيها وهدخلها التلاجة وهسويها تاني ونجهز الخضار اللي هنستعمله مع الفراخ استعملت فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر بس كمان تقدروا تستعملوا نوع واحد مفيش مشكلة بنقطع مكعبات بحجم متوسط أو بحجم يتناسب مع حجم قطع الفراخ علشان ما يتحرقش أثناء التسوية هستعمل كمان مكعبات من البصل طبعا تقدروا تستعملوا أي نوع خضار متوفر عندكم أو حتى تقدروا تعملوا شيش طوق من غير خضار خالص وطبعا لازم ننقع الأسياخ الخشب اللي هنستعملها في مياه على الأقل المضى من نص ساعة لساعة علشان ما تتحرقش مننا بعد كده بنبدأ نحط الخضار والفراخ على السيخ وبنرتبهم بطريقة اللي نفضلها أنا بحب أبدأ بالخضار وبعدين قطعة فراخ وبعدين خضار تاني وهكذا وبندغطهم مع بعض مفيش مشكلة لأن الفراخ هتكش شوية مع التسوية وفي الآخر بحب أحط واحدة طماطم صغنونة كده علشان تمسك الحاجات دي كلها مع بعض بنخلص كمية الشيش طوق كلها بنفس الطريقة وبنرس الأسياخ على شبكة للشاوي وبندخلها فرن ساخن جدا بدرجة حرارة 200 هتحتاج معاكو تقريبا 30 دقيقة مش أكتر من كده كمان لو مش حابين تشوي الشيش طوق في الفرن فتقدروا تسووه في جريل أو في أي طاصة عدية على النار بننزل الشيش طوق في طاصة صخنة بنكون دهنانها بمسحة زيت خفيفة وبنقلبه تقريبا كل 3 أو 4 دقايق لحد ما يستوي وياخد لون حلو من كل الجوانب وبنخليه النار متوسطة أثناء التسوية علشان نتأكد أن الفراخ استوت كويس من جوا هنعمل كمان مع الشيش طوق أسهل رز بسمتي ممكن تجربوه بحل على النار هننزل معلقتين كبار من الزيت وبصلة صغيرة مبشورة نعم وهنقلبها لحد ما تاخد لون ده بفاتح بعد كده هنزل عليها معلقة كبيرة من بهرات الرز البخاري وهقلبها تقليبا سريع علشان ريحة التوابل تظهر وهننزل عليها 3 كبيات رز بسمتي مقصول ومنقوع لمدة ساعتين على الآل وهنقلبه لحد ما يتغلف كويس بالتوابل ولو مش متوفر عندكم بهرات الرز البخاري جاهزة هكتب لكم مكوناتها تحت الفيديو وتقدروا تحضروها أنتوا في البيت وهتديكم نفس النتيجة هننزل على الرز ب3 كبيات من الميا ومش هزود أكتر من كده لإني نقعت وقت كافي هضيف كمان معلقة صغيرة من الملح وهغطيه هسيبه على نار متوسطة لحد ما يتشرب الميا بالكامل بعد ما يبقى بالشكل ده بقلبه وبسيبه على نار هدية تقريبا لمدة 15 ديئة وبيكون جاهز معنا كمان من أكتر الصوصات اللي بحب أعملها مع الشيش طوق ومع وصفات الفراخ عموما هو صوص الرنش هنحتاج كوباية من الزبادي ومعلقتين كبار من المايونيز عندي كمان معلقتين كبار عصير لمون ومعلقة كبيرة من البصل مقطعا قطع صغيرة جدا وأهم حاجة في صوص الرنش هو الشبط هنحتاج تقريبا ما يعادل معلقة كبيرة من الشبط المفروم ناعم جدا كمان تقدروا تستعملوا الشبط البودر بس هتحتاجوا نص الكمية بس وهنتبهله بملح وفلفل ونص معلقة صغيرة من التوم البودر وهنخلط كل الحاجات دي مع بعض كويس لحد ما يبقى قوامها كريمي بالشكل ده وده بيكون شكل الشيش طوق بعد ما يخرج من الفرن فتحت عليه شواية يدوب بس 3 دقايق علشان ياخد اللون الحلوي اللي انتوا شايفينه ده وبس كده خلاص الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة بدون مبلغة دي واحدة من ألز وصفات الشيش طوق اللي ممكن تجربوها الرز البسماتي بتاعنا كمان بقى جاهز يعني مش محتاجين تروح ومطعم علشان تكلوا حاجة بالجمال ده ودي كمان واحدة من أكتر السلطات اللي بحب اعملها مع الفراخ المشوية هنحتاج بصلة كبيرة متقطع رفيع وتقريبا نص كباية من البقدونس المفروم ومعلاءة كبيرة من السماء وبنخلطهم مع بعض كويس بالشكل ده جربوا الصلاطة دي مع الشيش طوق ومع كل المشويات رغم بسطتها وبسط طعمها بيكون حلو جدا وبيفرق قوي في طعم الوصفة كلها اتمنى ان وصفة النهاردة تكون عجبتكو وتجربوا الشيش طوق بالطريقة دي متنسوش ترجعوا تاني وتقولولي رأيكو في الكومنس كمان لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير اشوفكو على خير في فيديوكي ان شاء الله باي بول اشتركوا في القناة